أنهى النفط الخام وبرينت تداولات الأسبوع على خسارة بحوالي 2% وهي الأكبر منذ تشرين الأول الماضي رغم أنها سجلت خلال الأسبوع أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات مع مخاوف السوق من تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة وبلغ معدل أسعار خام برينت خلال الأسبوع الحالي 69 دولار و34 سنة للبرميل بتراجع نسبته 81% عن الأسبوع السابق في حين بلغ المعدل للخام الأمريكي 63 دولار و95 سنة للبرميل بتراجع نسبته 41% مقارنة بالأسبوع السابق وأنهت عقود مزيج برينت تأخر جلسة تداول منخفضة 70 سنة لتبلغ 68 دولار و61 سنة للبرميل بعد أن سجل في أولى جلسات التداول الأسبوعي أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2014 متجاوزا حاجز 70 دولار للبرميل أما الخام الأمريكي فسجل تراجعا في جلسة يوم الجمعة آخر جلسة للأسبوع 58 سنة عند جلسة يوم الخميس ليصل إلى 63 دولار و37 سنة للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2014 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر